أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعاتنا ليوم الأثنين ثلاثة خمسة ثلاثة أيار القمر طبعا الآن هو في منزلة سعد السعود وهي لتوطيد العلاقة والحرية والربح والتفريق ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة عشرة وستة واربعين دقيقة من بعد ظهر اليوم الأثنين لا ينتقل بعدها القمر ويصير في منزل سعد الأخبية اللي هي للحماية والضرر والضفر والعقد طبعا القمر مثل ما حكينا يوم أمس أنه بدينا نتقل للدلو هو الآن موجود ببرج الدلو تأثيره على جميع الأبراج بهاي الفترة نشعر أنه إحنا بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من أنه عاطفي ووسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا أو شراء جهاز استيريو أو تلفاز أو تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم عنا مجموعة زوايا فلكية منها زوايا بطيئة ومنها زوايا سريعة أول زاوية هي من الزوايا البطيئة هي زاوية تربيع سلبي رح تكون بين عطارد وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة تسعة وثلاثة وثلاثين دقيقة صباحا بتهدد بالقلق النفسي وبيزيد الميل للأخطاء في الحكم وإفشاء الأسرار وبرضو بتعرض بعض الأشخاص لمشاكل مع العدالة تجنبوا توقيع الوثائق المهمة وأي إشيء له علاقة بالمضاربات المالية أنه ممكن تنتهي بقضايا أو دعاوة قضائية أما بالنسبة للزاوية التي تليها برضو هي زاوية تربيع سلبي بين الشمس وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة عشرة ودقيقة صباحا بتخلق مصاعب وعرقيل بتحتاج منها لبدل الجهد والتصميم والإرادة لتجاوزها أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبي بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة ثنتين وواحد وخمسين دقيقة بعد الظهر بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني ويفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة سبعة وسبع دقائق مساء من واجه مصاعب وعرقيل بتطلب مننا أن نبدل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض لشجاعة لازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية الأخيرة هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون في تمام الساعة سبعة وتسعة وأربعين دقيقة مساء بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر وبين الأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين طبعا وهذه الزاوية بتدل على أن القمر أصبح نصف بدر يعني ربعه وهذا الربع الأخير في هذا الشهر في شهر رمضان يعني تقريبا الباقي بيكون يعني هي دورة الربع الآخر بتكون ثمان أيام أو سبع أيام على حسب سرعة القمر أسأل الله أنه ربنا يتقبل منكم الطاعات ويعني حاولوا تستغلوا هاي العشر أيام الأخيرة بكل ما هو خير لكم لأنها هاي هي التجارة التي لا تبور هاي تجارة مع الله عز وجل أما بالنسبة لخلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعة خمسة خمسة بيبدأ في تمام الساعة اثناش وخمسة بعد منتصف الليل وبيستمر حتى تمام الساعة ثنتين وثمان دقائق صباحا لينتقل بعدها القمر لبرج الحوت أما بالنسبة لعمر القمر القمر المربع زي ما حكينا اثنين وعشرين يوم في تمام الساعة احداش وتسعة واربعين دقيقة مساء بيصبح ثلاثة وعشرين يوم نسبة الإضاءة بتصير خمسين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم عشرين خمسة منتحسة بنسبة أربعين في المية القمر في الدلو حتى يوم خمسة خمسة زي ما شفتوا كلها زوايا سلبية فهو منتحس بنسبة خمسين في المية عطارد في الثورة حتى يوم أربع خمسة سعيد بنسبة ثلاثين في المية الزهرة في الثورة حتى يوم تسعة خمسة سعيد بنسبة عشرة في المية المريخ في السرطان حتى يوم احداش ستة سعيد بنسبة ستين في المية المشتري في الدلو حتى يوم 13.5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 23.5 منتحس بنسبة 10% ورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 25.6 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء منكم ممكن يطلقى دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة هاي الأجواء داعمة وبناسبة العمل ضمن مجموعة بتقدر تخوض مجالات عديدة ومتنوعة هذا اليوم لها علاقة بالوضع الاجتماعي أو العلاقات الاجتماعية أو الأصدقاء أهم إشي أنك تنظم جدول أعمالك تحسبا لضيق الوقت برج الثور هذا يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بإثبات جدارته أمام المسؤولين وبتقدروا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم إشي لأنه هذا بيت السمعة حاول إنك تحمي حالك وما تشوي سمعتك لأن الظروف شوي ضاغطة بسبب سلبية القمر وهاي ممكن تحمل لك الفترة بس إشي له علاقة بالعمل وفرص العمل والعلاقة مع رؤساءك أو زملاءك بالعمل بدك تكون منتبه أو متنبه لكل شيء ما تترك الطيش والسهو يتسببوا بأخطاء لا تغتفر برج الجوزاء بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحبائكم بوسعكم اجتياز امتحان خلال هذا اليوم وبتسفر ممكن هاي الفترة عن شيء له علاقة إما سفر أو توقيع عقد أو ترويج لموهبة أو إلى بعض اهتماماتك حاول إنك تكون جريء ما ترتبك في المواقف المهمة والصعبة بل اثبت قدرتك على تنفيذ الأمور وجدارتك بالمواقع المتقدمة الفترة هاي بتحمل مفراج كبير برج السرطان بتنهمكوا في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب بيجي على الأغلب من شراكة أو تعويض مع هيك بتكو تخففوا من النفقات حاول ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة حاول إنك تصحح الإنطباعات عنك كون واثق من نفسك ومن كفاءتك أو من كفاءتك ولا تسمح لأحد بالتشكيك بقدراتك اللي يمكن تنشغل بملف إداري أو ملف صحي عائلي برج الأسد بيركز أو بيتركز اهتمامكم حول موضوع الشراكة الشراكة المالية والعاطفية وعلاقتكم ما بينكم وبين الأزواج بالفترة هاي حاولوا إنكم تبحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل والعاطفة وطبعا بما أن القمر موجود بالدلو يعني مقابلكم تماما فعشان هيك تعتبر هاي الفترة قليلة الطاقة وتعتبر من أسوأ أيام الشهر وأكثرها تهديد لاستقرارك حاذر من الفضائح ممكن يتميل لفرض الرأي على الآخرين وحاول إيجاد المخارج والحلول دون تشنج برج العذرة رغم تراكم العمل أنتم قادرون على مواجهة وإنجاز حصة الأسد منه حاولوا بس تنظموا جدول غذائكم وخذوا قسط كافي من الراحة بتلازمك الواجبات وبترافقك مشائر تيجي مختلفة معظمها فيها نوع من أنواع القلق لأنه الضغط رح يكون على العمل وعلى الصحة اليوم نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تقصير أو تأخير حاول إنك ما تهمل صحتك ولا الواجبات اتجاه الأحبة حاول برضو إنك تخلي علاقاتك جيدة ما بينك وبين زملائك بالعمل برج الميزام بتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم هذا يوم مناسب لممارسة نشاط فني بتتحسن الأجواء وبترتفع المعنويات بشكل كبير هاي فترة مناسبة للحوار والنقاش وتعتبر من أكثر أيام الشهر حظ أهم إشي إنك ما تقف متفرج وإسعى للمبادرة هاي الأجواء فيها في هذا اليوم رومانسية ودافئة وبرضو فيها فرصة للاهتمام بالأحبة كان بالأطفال بالأبناء أو بالحبيب نفسه وممكن ممارسة بعض الهوايات الخاصة برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول ضبط شؤونكم البيتية والعائلية وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة حاول إنك تحمي وضعك الصحي من التقلبات والإنفعالات ممكن تهتم لأمر عقاري ما أهم إشي إنك تتجنب الإنفعال والتسرع أو إلقاء اللوم على الآخرين اليوم مزاجك متقلب ومتجههم وممكن بعضك تظهر عنده بعض المشاكل العائلية أو الخلافات العائلية أو سوء تفاهم برج القوس بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر القصير يعني دق بين المدن والاتصالات واللقاءات بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتكثر عندكم التنقلات والزيارات وورشات العمل لحسن الحظ أنت بتتمتع بسرعة خاطر وبتقدر تتصرف وتسيطر على إنفعالاتك رغم أن العصبية اليوم عندك واضحة تماما ممكن تضطر لتقديم المساعدة لأحد الإخوة أو ممكن تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالسيارة أو بأجهزة إلكترونية برج الجديد تم فرصة لمكسب بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من أي خطوة مالية جديدة حاول أنك تخفف من نفقاتك ممكن تقدم على إنجاز أو تناقش سفقة أو اتفاقية خلال هذا اليوم حاول أنك تعمل بجدية عشان تستفيد من هاي المكاسب نظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة وحافظ على أموالك من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين برج الدلو أنتم ممتلئون نشاط وحيوية وقادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها شعبيتكم في تصاعد اليوم حاول أنك تكون مستعد للتحرك في كل الاتجاهات بتتسلط الأضواء على قدراتك وبتنطلق بحماسة وعزيمة كبيرة اليوم في أكثر من اتجاه هاي فترة إيجابية وممكن ترغب في التغيير أو اقتحام مجالات جديدة أهم إشي أنك تبادر وتتحرك ما تنتظر الفرص تيجي لعندك برج الحوت بتشعروا بالتعب بيسيطر عليكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وإخلدوا للراحة بتسجل هاي الفترة ركود على جميع الأصعدة بنصحك بعدم المباشرة بالتنفيذ أو تنفيذ أي مخطط بالفترة هاي لحديث ما القمر يوصل لعندك حاول أنك تتخلص بهالفترة من عادتك القديمة وإن شغل فقط بالمسائل الروتينية احذر من التأخير والخسائر والوعكات الصحية وانتبه برضو من بعض الأشخاص اللي ممكن يتآمروا عليك بالخفاء هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر